شهدت منطقة الدرب الأحمر تطويرا كبيرا بعد ترميمها كوجهة سياحية لجذ مزيد من الزائرين ووصلت تكلفة افتتاحها لمليار جنيه شملت عملية تطوير رفع كفاءة شارع الدرب الأحمر وتأهيله سياحيا كما أنها تضم مناطق الخيامية والسيوف والنحسين مسار سياحي جديد على غرار خان الخليلي الدرب الأحمر يأخذ خطوته الأولى نحو وجهة سياحية مختلفة بطول كيلومترين لعدد من المواقع الأثرية التي تم ترميمها وتطويرها وافتتاحها بتكلفة وصلت لمليار جنيه النهاردة بيتفتح مصار جديد يضاف على خريطة السياحة العالمية مش بس للأجانب والعرب والمصريين مصار بينافس مصار شارع المعز بينافس خان الخليلي المصار ده بيبدأ من حديقة الأزهر بيمر بالضرب الأحمر وشارع الوزير شارع باب الوزير بيعدي على 12 أثر قرر مجلس إدارة المجلس العلى الأثر إن التسكرة تبقى للأجنبي ب120 جنيه للطالب الأجنبي ب60 للمصري ب20 جنيه وللطالب المصري ب10 جنيه يقدر يزور 12 أثر بيركب طفطف بيمشي في المصار ده بينافسي 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 على 2 كيلو متر تقريبا كان الأول بنبص على كل أثر على حدة وبعد كده عدد السنين لقينا نفسينا مرممين حوالي 12-12 أثر جزر منعزلة فقلنا ليه ما نربطش الأثر اللي رممناها دي في مصار وشجعنا في ذلك الاتحاد الأوروبي بدعمه لنا وابتدينا فعلا إن احنا نروج لهذه الفكرة قوبلة بالموافقة المصار السياحي الجديد يضم مناطق الخيامية والسيوفيين والنحسين وتم الانتهاء من المرحلة الأولى منه من مجموعة خير بيك والجامع الأزرق وصور صلاح الدين وسبيل كتاب عبد الباقي على أن يتراوح ثمن التفكرة من 120 جنيها للسائح الأجنبي حتى 10 جنيهات للطالب المصري مصار السياحي اللي موجود في شرع الضرب الأحمر بداية من الصور الشرقي الصور القاهرة الشرقي ومرورا بعدد من الأصار حتى وصولا إلى باب زويلة أما النهاردة المكان اللي نحن موجودين في داوات تم الانتهاء من ترميم سبيل وكتاب عبد الباقي خير الدين المعروف بالطبجي لما نتكلم جماعة عن الضرب الأحمر تصحيح معلومة مهمة جدا ليس لها أدنى علاقة وأدنى صلة بمسبحة الممليك مسبحة الممليك كانت بعد نشأة الضرب الأحمر بمئات السنين لكن الضرب الأحمر التسمية الصحيحة بتاعته نسبة إلى المشهر اللي موجود في الشارع على الأبنية كلها وإحنا وقفين في الجامعة الأزرق لو بصت حضرتك يمين وشماله قدامي هتلاقي المشهر اللي هو باللون الأحمر والأبيض لو طلعت على التنبغة المردانية هتلاقيه برضو دي أدق تسمية لي التطوير أيضا يشمل رفع كفاءة شارع الدرب الأحمر وتأهيله سياحيا بالإضافة لتدريب الأهالي على استقبال السياح وتوعيتهم بأهمية المنطقة تاريخيا بهدف الوصول لخمسة آلاف زائر كل عام فور افتتاح المسار الجديد كريم بيبرز التلفزيون المصري